موسيقى العقار واحد من خيارات أدوات الاستثمار الآمن بالنسبة للعديد من الكويتيين الباحثين عن دخل ثابت وبحدود المخاطر لكن الأسواق العالمية تعيش حالة من الإرباك والتطورات التي قد تحدث تغييرات في خارطة الاستثمارات واتجاهات رؤوس الأموال موسيقى أهلا بكم إلى هذه الحلقة من مساحات والتي نسأل فيها هل يتوفر خيار الاستثمار العقاري في السوق الداخلية أمام مختلف شرائح المستثمرين في الكويت؟ لماذا يلجأ كثيرون إلى توظيف مدخراتهم في عقارات في الأسواق الخارجية وليس داخل الكويت؟ ما هو وضع السوق الحالي في ظل تراجع أسعار النفط؟ وهل هناك علاقة عكسية بين سوق العقارات والنفط؟ الكويتيون هم أكثر الخليجيين إقبالا على الاستثمار العقاري في الأسواق الخارجية وذلك في ظل المستويات السعرية المرتفعة لمختلف الفئات العقارية في السوق الداخلية وقد فرضت الأسعار المرتفعة اتجاها يدفع بالكثير من الكويتيين إلى الاستثمار في الخارج حتى أن العديد من الشركات بات ينظم معارضة في الكويت لإبراز الفرص الاستثمارية في الأسواق الخارجية المزيد في هذا التقرير ارتفاع الأسعار وزيادة نسبة التضخم وندرة الأراضي في الكويت عوامل دفعت المواطنين من من ينتمون إلى الطبقة الوسطى للبحث عن فرص لاستثمار ما لديهم من سيولة في شراء العقارات خارج بلادهم طبعا إحنا عندنا أسواق تقليدية ما زالت إلى الآن لها دور وليها توجه بالنسبة للسوق العقاري الكويتي أول أسواق لي طبعا السوق الأساسي والأقدم هو السوق البريطاني إلى جانب في السنوات الأخيرة ظهر السوق التوقي وما زال إلى الآن لنفس القوة الموجودة إلى جانب السوق العقاري في دبي وفي الإمارات العربية تحديدا هؤلاء الثلاث أسواق الرئيسية التي حاليا لهم النصيب الأكبر بالنسبة لتوجه العملة وقد رفع الطلب المتزايد جميع أنواع العقارات حتى باتت الفئة الكويتية الشابة غير قادرة على استثمار سيولتها في الداخل تفاعل عالي جدا أسعار الأراضي في دولة الكويت دي واحد المرة أثنين في بعض المتوسط الداخل اللي بيبعاهم رقم مثلا من خمسين لمائة ألف دينار ما بيقدرش يشتري به أرض أو يشتري به حاجة يستثمر بها داخل دولة الكويت وبنان عليه بيلاقي الأرقام دي موجودة خارج دولة الكويت الكويتي لديه الدخل الكبير والسيولة المرتفعة لكن عدم توفر القنوات الاستثمارية في الكويت يدفعه نحو استثمار سيولته خارج بلاده يعني فيه ندرب العظام الاستثمارية هذه المرقم واحد رقم التاني حيث يكون بالنسبة للعادة الاستثمار يكون عالي ممكن يكون سواء في برطانيا أو في ألمانيا أو في الدول الأوروبية بخامل الشغل الثالث هو أنه تنوئ الاستثمارات ممكن نعملش مثلا بالكويت أو في جبنان أو في العربية أو في الأوروبية ويلجأ المواطن الكويتي إلى العقار الدولي كبديل استثماري ويبحث دائما عن العوائد بالدرجة الأولى ومن ثم الأمان الأسعار الغالية وندرة الأراضي في الكويت تدفع المواطنين للبحث عن فرص عقارية خارج بلادهم تتركز معظمها في دول الخليج وبعض الدول الأوروبية بغية الاستثماري أو السكن خالد كببي سكاينيوز عربية الكويت وفي أحدث التقارير عن الوضع الراهن للسوق قال بيت التمويل الكويتي بيتك إن سوق العقار الكويتي صمد أمام التغييرات المفاجئة في أسواق السلع وأسعار النفط والتطورات الجيوسياسية وأكد التقرير أن السيورة التي تم تداولها في سوق العقارات الكويتية خلال العام الماضي بلغت نحو 12 مليار دولار وهي أعلى من القيم منذ الأزمة المالية في العام 2008 وحتى العام 2012 وذكر التقرير أنه في ظل الارتفاع المحدود لمؤشرات الفوائد ومن ثم معدلات العوائد على الوضائع ونسب التمويل والارتباك الحاصل في الأسواق العالمية قد يتجه المستثمرون الكويتيون إلى العقار المحلي باعتباره من أفضل الاستثمارات في الوقت الراهن في أخبار الاستثمارات الكويتية في أسواق العقارات الخارجية قالت رئيسة مجلس إدارة شركة أموال الكويت للتطوير العقاري وإدارة الأصول الشيخة فاطمة حمود الصباح إن شركة أموال الكويت التابعة لمجموعة اسكان جلوبل بصدد ضخم ملياري جنيه أو حوالي 260 مليون دولار في مشاريع عقارية في السوق المصرية خلال العام 2016 وأضافت الصباح أن مجموعة اسكان جلوبل وضعت نصب أعينها السوق المصرية كأحد الأسواق الواعدة المستهدفة للاستثمار لسيما بعض الإصلاحات الكبيرة التي قامت بها الحكومة والاستقرار الكبير الذي يشهده الاقتصاد المصري سنتهب الآن إلى فاصل قصير نصديف بعده من الكويت نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدى في شركة بلو فرينت للاستشارات الاستثمارية العقارية مشعل الملحم ابقوا معنا أهلا بكم مشددا إلى هذه الحلقة من برنامج مساحات نناقش اليوم اتجاهات الكويتيين للاستثمار العقاري مع ضيفنا من الكويت نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدى في شركة بلو فرينت للاستشارات الاستثمارية العقارية مشعل الملحم أهلا بك معنا سيد الملحم تابعنا طبعا تقييمات عدة لحالة السوق في الكويت فمن وجهة نظركم ما هو الوضع الحالي لسوق العقارات الكويتية تحديدا في الفترة الأخيرة من الاستثمارات بالنسبة للسوق العقاري الكويتي هو سوق حساس جدا وليس بمعزل عن ما يدور في المنطقة من اضطرابات اقتصادية واضطرابات أمنية واضطرابات سياسية وتاجر بطبيعتها دائما ما يهرب إلى ملاذات آمنة وبسبب الظروف المحيطة التي صارت أثرت على السوق العقاري الكويتي بشكل كبير وانت تعلم بأن الكويت دولة حساسة لما يجري في المنطقة وتكالبت كل هذه العوامل مرة واحدة على السوق الكويتي وعلى سبيل المثال خلينا نعدد أولا الظروف الأمنية السياسية المحيطة دفعت بالكثير من المستثمرين للتوقف عن استثماراتهم وبأحيانا تهجيرها إلى خارج الكويت قد نأتي لاحقا إلى أسباب الدوافع وأين اتجهت ولكن هاجرت برى الكويت فهذه النقطة الأولى هي الأسباب الأمنية الركود الاقتصادي الذي يضرب العالم الكويت من الدول التي حساسة جدا له يعني أعطيك مثال في 2007 كانت أزمة الرهن العقاري تأثرت فيها بعض الدول المتطورة مثل الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وتأثرت فيها بقية دول العالم ولكن هذه الدول ما لبثت أن خرجت منها ومدة ثلاث سنوات وعاد النشاط وعاد النمو إلى أسواق العقار الأوروبية والأمريكية ولكن في الكويت استمرت الأزمة انتعشت بشكل محدود جدا وما خرجنا منها إلى اليوم طبعا أنا أستثني بعض الحالات ولكن معظم أموال الكويتيين خرجت بسبب الرغم واحد الأزمات السياسية المحيطة هنا رغم اثنين الأزمات الاقتصادية ورغم ثلاث العامل المهم جدا اللي هو العامل الداخلي سيد مشعل الملحم بعض التقارير منها تقرير بيت التمويل الكويتي تشير إلى أن السيولة في السوق العقارية جيدة وبلغت حوالي 12 مليار دولار في عام 2015 ما رأيكم بهذه الأرقام؟ خلينا نفرق بين السيولة وعدد الصفقات وحجم الصفقات السيولة العقارية موجودة الكويتي بطبعه يمتلك أصول ولكن للرد على هذا يجب أن نقيس السيولة التي خرجت الكويت ويجب الرجوع لها للبنك المركزي هناك أضعاف هذه المبالغ خرجت من الكويت في الثلاث سنوات الأخيرة وهذه تؤثر بشكل كبير على الاقتصاد المحلي فما هي أسباب خروج هذه الأموال؟ وإلى أين اتجهت؟ ومن هم الذين أخرجوها؟ هذه بعض الأسئلة التي أعتقد يجب أن بيت التمويل أيضا يناقشها هل صحيح أن الأسعار المرتفعة مقارنة بالأسواق المجاورة هي التي تشكل بيئة طاردة للمستثمرين الكويتيين من السوق المحلية وتدفعهم بالتالي نحو الأسواق الخارجية؟ أتفق معك تماما هناك شريحة سقيرة من المستثمرين ولكن عددها كبير مبالغها سقيرة ولكن عددها كبير في الكويت نحن الطبقة المتوسطة هي الطبقة الأعظم مبالغها سقيرة تتراوح بين 100 ألف دولار إلى 200 ألف دولار لا يمكن لهذه الطبقة على الرقم من حجمها الكبير ورقم سيولتها أنها تستثمر أموالها في الكويت فتبحث عن مكان تخرج بأموالها إما بقصد السكن الشخصي أثناء العطلات أو بقصد الاستثمار وتحقيق عوائد أو شراء عقار يؤمن مستقبل في حالة انهيار المنطقة سياسيا أو اقتصاديا هذه الشريحة كبيرة جدا لا تجد لها في الكويت ملاذ لاستثماراتها وهناك أسباب كثيرة واحد كانت في فترة العقد الأول من القرن هذا كان في نشاط في سوق الكويت الأوراق المالية امتص جزء كبير من هذه السيولة للمستثمرين الصقار ولكن بعد 2018 أصبحت هذه الأموال معلقة وحائرة في الهواء لا تجد لها ملاذا فاضطرت أنها تهرب إلى خارج الكويت لأن ما تضخم قيمة الأموال هذه تقل فأصبح في تدافع كبير جدا من هؤلاء المستثمرين وما يبرر هذا وما يؤكد كلامي أن هناك الآن ثلاث معارض عقارية تقام في الكويت شهريا وتخرج فيها ملايين الأموال قد يكون منها ما هو مصيب قد يكون ما هو مخطئ بل قد يكون أغلب الاختيارات خاطئة أحيانا ولكن الكويتين يحتاجون أن يجدون ملاذ آمن لأموالهم سيد مشعل الملحم أدعوك للبقاء معنا لنتابع سويا كيف يرى العاملون في قطاع العقارات الكويتي أوضاع السوق الداخلية وما هي أنواع العقارات الجاذبة للاستثمارات بالنسبة للكويتيين نتابع في هذا التقرير هو السوق عرضه الطلب لكن الطلب حاليا أكثر شيء قاعد أشوفه على العقار الداخلي وليس العقار الخارجي على القيمة الاقتصادية يدور على الدخل العالي بنفس الوقت يريد قيمة اقتصادية ويريد دخل عالي للعقارة التي يستملكها اهتمامات العميل الكويتي تطلع لبرا في بعض العقارات الدولية بتوجهه ناحية الأسواء الواعدة اللي بتعطي مميزات اللي بتعطي أرباح سنوية ثابتة اللي بتعطي نوعية معينة من أنواعية الاستثمار الجيد اللي بيلقوها في بعض الأسواء اللي غير موجودة في أسواء الخليل المستثمر الكويتي بينقسم إلى ثلاث أنواع منهم المستثمر اللي حده الاستثماري متوسط والحد الاستثماري بتاعه قليل والحد الاستثماري بتاعه كبير الحد الاستثماري بتاعه المتوسط هو الشريحة الأكبر في السوق الكويتي هو بيحاول يحط جزء من مدخراته وفلوسه الشخصية في عقار بيستثمره عن طريق الإيجار وعد البيع لأنه يؤمن أن الاستثمار العقاري هو أكثر استثمار آمن نتابع معكم ضيفنا من الكويت سيد مشعل الملحم وطبعا كنت أشرت منذ قليل إلى موضوع تنظيم المعارض حيث يقام الكثير منها داخل الكويت للترويج للأسواق العقارية الخارجية هل يجب برأيكم منع هذه المعارض أو الحد منها داخل الكويت لدعم السوق العقاري المحلي؟ أنا خلينا نحدد الهدف وبناء عليه نحدد الآلية ماذا نريد؟ الكويتي يبحث عن ملاذ آمن لأمواله فإذا كانت هذه المعارض العقارية تحقق له هذا الملاذ فلنبقيها وإن لم تكن تلبيها فلنراقبها ونعاقبها وهناك من يستقل الحاجة في بيع استثمارات أو الترويج لاستثمارات قد تكون مقشوشة بل أن معظم ما يروج في هذه المعارض هو استقلال لحاجة أنا في رأيي بدل من أن نزيد في التشريع ونزيد في الرقابة ونصبح مقيدين مكبلين أنا أرى أنه يجب توعية المستثمر ويجب إختاره بما يجب عليه شراءه وهذا كجانب والجانب الثاني هل أصبح لابد لنا أن نستثمر في الخارج؟ هناك أسباب كثيرة للاستثمار في الخارج واحدة منها مثل ما قلت الخوف أنت يجب أن تزيل الخوف من الكويتي الآن أنا مثل ما قلت لك هناك نقص في القنوات الاستثمارية وهناك خوف فإذا وفرنا القنوات الاستثمارية المناسبة للاستثمار في الكويت كيف تزيل الخوف من الكويتي من أنه ما يستثمر بره؟ يجب أن يستثمر في الداخل فيجب أن توفر القنوات الاستثمارية هو رغم واحد رغم اثنين يجب أن تزيل الهلع والخوف الذي عنده رغم ثلاثة يجب أن تعيد فتح القنوات التمويلية التي تتيح للمستثمر الإطمئنان ودعم استثماراته في الكويت بالنسبة للقنوات الاستثمارية التي تحدثت عنها للإبقاء على السيولة في السوق العقاري الكويتي ما هي تحديداً هذه القنوات لنتحدث عنها بشكل مفصل أكثر؟ أنا أعطيك مثال أعطيك مثال على السوق البريطاني إذا تسمح لي الآن في بريطانيا على سبيل المثال الفرص الاستثمارية متنوعة جداً 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 ولو أخذنا فقط في جانب العقار مع العلم بأن الفرص الاستثمارية متنوعة جداً في كافة مناحي الاقتصاد ولكن من حكم خبرتيانا خليني أكلمك فقط في جانب العقار في جانب العقار هناك استثمارات في مجال قطاع السكن الطلابي وهي تبتدأ من مبالغ تصل إلى ثلاثين ألف دولار وهذه استقطبت الكثير من الكويتين وهناك استثمار في مواقف السيارات على الرغم من أنه أنا عندي خلاف معاها وخلاف فني وخلاف قانوني في بيع مواقف السيارات ولكن هناك استثمار في مواقف السيارات وهناك استثمار في بيع المخازن وهناك استثمار في بيع الشقق الصغيرة هناك شقق في مدن استراتيجية مثلاً في مدن مثل مدينة ليفربول التي يسمع فيها القاصي والداني ويعرفها من الشرق إلى القرب هناك شقق في ستين ألف دولار بإمكانية أي كويت أن يشتريها اليوم وهو مؤمن على أموالها بل أنه من الممكن أن يؤجرها ويحقق مداخيل منها أين نحن من هذه الفرص؟ لماذا تهرب الأموال الكويتية دائماً من الكويت؟ لماذا لا نوفر قنوات استثمارية؟ لدينا أراضي شاسعة لماذا لا يكون عندنا استثمار في القطاع الزراعي بأحجام سقيرة؟ لماذا لا يكون لدينا استثمار في قطاع المخازن بأحجام سقيرة؟ لماذا لا يشتري الكويت بـ 10 ألف دولار و20 ألف دولار في الكويت؟ لماذا تهرب أموالنا إلى الخارج؟ هناك المليارات تخرج نحن أولى بها نعم سيد مشعل سعياً منها لتحسين أوضاع السوق الداخلية وزارة التجارة الكويتية أعلنت هذا الأسبوع عن تشكيل لجنة عقارية لتصفية جميع القوانين بهدف تنظيم سوق العقارات ما هو المطلوب برأيكم حتى يتم ضبط السوق بشكل فعال؟ ربما يفاعل موضوع الثقة من جانب الكويتيين للاستثمار في بلادهم أنا أرجو من وزارة التجارة أن تكف يدها عن السوق العقاري لأن أنا لا أؤمن بأن القطاع الخاص يدار من قطاع حكومي خصوصاً أن معظم المشرعين هم بعيد جداً عن الفكر الاستثماري والفكر العقاري فالآن اللي أراه مناسب أنه إحنا ابتلينا بكثرة التشريعات وابتلينا بكثرة القوانين ونحن يجب أن نثقف المستثمر ويجب أن نطلق اليد للمستثمر للمستثمر والتاجر أن يعمل بحرية وأن يكون هناك رقابة للدولة الدولة كبلت الاستثمارات ويجب أن تقوم في واجبها في توفير الفرص الاستثمارية وتوفير مناحي الاستثمار وتسهيل الفرص الاستثمارية بدل ما زيادة الرقابة وزيادة التشريعات سهل جداً أنك تتمنع ولكن صعب جداً أنك تتفعل أنا اليوم ممكن أقول لك خلاص اليوم ما سنشتغل سهل ولكن العمل هو الصعب أنك تتصعد السلم هو الصعب ولكنك تنزل من السلم هو السهل فأنا أرى أن وزارة التجارة تكف في يدها بل تفتح الأبواب للفكر الاقتصادي الجديد والاستثمار الجديد في الكويت السيد مشعل الملحم نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدى في شركة بلوبرينت للاستشارات الاستثمارية العقارية شكراً جزيلاً لك على وجودك معنا في هذه الحلقة وبهذا نكون قد وصلنا مشاهدين إلى ختام حلقة اليوم من برنامج مسحات تحدثنا فيها عن السوق العقاري في الكويت وأسباب توجه الكويتيين للاستثمار في الأسواق العقارية الخارجية شكراً لحسن متابعتكم نلتقي الأسبوع المقبل